نسيمة سعد الله صباحك السود وفقط للإندام ولكن كل شيء أبيض فينا وفي بلدنا وأناقة يعني الأسود أناقة شكرا لك نسيمة سعد الله صباحكم الزولة فلا والمشاهدين الكرام ورحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد من حصتكم اليومية منشات اللي راح نطرقه من خلالها إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم بالإضافة إلى ضيف الحصة اليوم سنتحدث على موضوعها مهام جدا أكيد أن تصريح وزير الصحة أول أمس صنع الجدل في وسائل الإعلام والسائط التواصل الشمائي ولد أهالي ومرضى السرطان عفن الله وإياكم وشاف الله كل مريض من هذا المرض الخبيث أكيد أن الحديث هنا لما قال أن الجزائر لا تملك الأموال لشراء الأدوية صنع هذا الجدل خلق التشاؤم لكن اليوم سنتحدث مع الدكتور مقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء في هذا الموضوع لكي نحلل ونقف على الموضوع بدقة قبل هذا يلا خلونا نروح إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهاري اليوم نبدأ بشروق اليوم تلت عنوين رئيسية المؤامرة المحاكمة الثانية سعيد يتكلم توفيق ياردو طرطاق يغيب وحنون تتبرأ هكذا كانت محاكمة الخماسي أو رباعي أمس في محكمة البوليدا الفريق متقاعد جنرال توفيق الجنرال طرطاق سعيد بوتفليقة ولويزا حنون في المحاكمة تانية المجلس أو في محاكمة الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبوليدا سعيد بوتفليقة تحدث عن أو حاولت دفاع النفس في نفس الوقت الجنرال توفيق قال أنه أول من حارب الفساد الجنرال طرطاق غاب عن المحاكمة وحنون تبرأت من ما يعرف بالمؤامرة تفاصيل المحاكمة تجدونها في جريدة الشروق بالتدقيق وكذلك اليوم اليوم الثاني لهذه المحاكمة التاريخية لهذا الرباع في غياب الصورة حسب الصورة في غياب الجنرال خالد نزار الذي أو الهارب من العدالة الجزائرية إلى عنوان آخر في دائما في جريدة الشروق إذا كان زملاء يسمحون بذلك هكذا استراجعت الأجور تقاع التكميل وامتيازات للمتقاعدين هكذا ستراجع الأجور تقاع التكميل وامتيازات للمتقاعدين الحكومة ستطلق تحقيقات في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي بعد جماعات ثلاثية لفتح ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون الترخيص للأجراء والموظفين بعطلة لإنشاء مؤسسة هكذا عنولة الشروق في منشتها لنهار اليوم استشهاد جندي أحبط اعتداء انتحاري بالحدود رحم الله الجندي الذي أوقف هذا العمل الإجرامي الانتحاري لهذا الإرهابي الخبيث إلى جريدة الخبر كذلك عادت إلى المحاكمة السيد بوتفليقة يتحدث لأول مرة في المحكمة الأسكرية لويزا حنون وترطاق والتوفيق كذلك تحدثوا إلى الجنيرال ترطاق كما سبق قلنا غضا عن المحاكمة فيروس كورونا يورين مخطط الحكومة هكذا عنوانة الخبر في عنوان آخر إلى جريدة النهار قالت توفيق أنا أول من حارب الفساد في الجزائر خلال محاكمة رموز النظام كما طرقت نهاري شهادات التخصيص لمكتتي بألفين وطلطاش من صيغة عدلو التي سيتم منحها قبل نهاية شهر مارس القادم إلى البلاد كذلك أو الشعب أفوان قالت الجزائر تفتح صفحة للديمقراطية وزد طلع بدورها إفريقيا رئيس الجمهورية أمام قمة الاتحاد الأفريقي بأديسا بيبا هكذا صرحة بمجيد تبون وقال جاهزنا لاحتضان الحوار الليبي ودعم تقرير المصير بالصحراء الغربية إلى عنوان بأخبار اليوم رؤوس العصابة أمام المحكمة العسكرية مجددا وتبون يقول نسعى لبناء جزائر قوية آمنة ومزدهرة وقال أنها ستقوم بدورها كاملا في إفريقيا والعالم إلى جريدة المساء قالت رئيس الجمهورية يدعو إلى التأجيل بتعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية إنشاء وكالة جزائرية للتعاون دولي ذات بوعد إفريقي جدد اقتراح الجزائر لاحتضان الحوار الليبي وقال الجزائر ستفتح صفحة جديدة نحو تعزيز الديمقراطية هذه كانت كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء بآديسة بيبا قالت في هذا الشأن النصر الجزائر الجديدة ستطلع بضورها كاملا في إفريقيا والعالم وقالت النواب حمس يقررون العودة إلى جلسات المجلس الشعبية الوطني خلال نزول مخطط الحكومة غدا الذي سيعرض على المجلس الشعبية الوطني قبل نزوله إلى مجلس الأمة ثم يقراره بصفة نهائية أعتقد أنه نختم مع جريدات النصر نروح إلى فقرة الضيف مع دكتور بقاط مركاني للحديث عن قضية أدوية السرطان وعن هذا المرض الخبيث بشكل امتابعونا في فقرة الضيف ترجمة نانسي قنقر